بحيرة ساوة في العراق ليست بحيرة عادية انها معجزة مخيفة بكل المقيس من اراد ان يقرأ التاريخ فعليه ببحيرة ساوة ومن اراد ان يعرف موعد خروج المسيح الدجال فعليه بمراقبة بحيرة ساوة فهي البشارة والنذير فمنها خرج اول عقاب من الله على البشر ومنها جاءت البشارة بولادة خير البشر وهي علامة يوم القيامة اتركوا كل ما في ايديكم وانتبهوا جيدا فبحيرة ساوة هي سر الاسرار منذ فجر التاريخ بحيرة في عمق صحراء قاحلة تحيطها الرمال من كل صوب لم تكن ظاهرة للعيان فلا يكاد يبصرها قاصدها الا حينما يصبح على اعتابها نامت فغفت في قعاها اسرار الزمان الغابر الذي يرفض ان يسبر عن اغوارها خلف تلك السدة الغريبة الهيئة والتي تشبه الى حد كبير السياج الذي يعلو قرابة الخمسة امتار مشهد ومنظر ينظر وجوده وما اروعه من مشهد بحيرة تمتد لمسافة بعيدة وبطول عدة كيلو مترات وهي تبعد قرابة الثلاثين كيلو مترا جنوب غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى شكلها يشبه ثمرة الكمثرة وعند النظر اليها من الجو توحي لك بانها بطة تبحث عن حياة في وسط الصحراء مساحتها الكلية تبلغ اثني عشر كيلو مترا مربعا ونصف ويتحول عرضها الى نصف كيلو متر في اضيق منطقة اما طولها فيبلغ قرابة الخمسة كيلو مترات وعرضها في اوسع منطقة فيها يبلغ الكيلو مترين اما اغرب ما قيل عنها بانها كائن حي يحس ويتألم ولكنه لا ينطق فان نطق فانما ينطق غرابة بحيرة ساوة منذ ازمان سحيقة وهي تربض مثل كائن خرافي وسط صحراء مدينة السماوة في اقصى الجنوب الغربي من مركز محافظة المثنهة في الجنوب من بغدان وتبعد عنها مائتان واثنين وثمانون كيلو متر ذكرها المؤرخون والرواة كثيرا باعتبارها كانت نذير انهيار امبراطوريتهم اذ يربطون بين فيضانها يوم ولادة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين اهتزاز عرش كسرة واحبها العرب المسلمون باعتبارها بشارة الولادة المباركة لكن بجانب التاريخ تعتبر البحيرة اكبر لغز في قوانين الطبيعة والتفسيرات الفيزيائية بحيرة ساوة لغز حير العلماء عبر الاف السنين فعلى الرغم من ان البحيرة تعيش ظروفا مناخية شديدة الحرارة والتبخر وهي ظروف الصحراء الممتدة بين السعودية والعراق هذا المناخ الذي يكون دائما جافا الا ان مستوى مياه البحيرة بقي ثابتا منذ فجر التاريخ وجزء من غرائب البحيرة ان مياهها اذا ما سحبت خارج البحيرة تتحول الى احجار كلسية وكأنها ترفض مغادرة رحم البحيرة الام تماما مثل بعض الحيوانات الحية التي تعوض ما يقططع من اجسادها فان ساوة تعوض ذو الاماكن التي تتهدم من سياجها الكلسي بتكلسات جديدة ومن دون ان يتدخل الانسان في ذلك وهو ما لا يمكن لاي بحيرة او نهر او لكثير من الكائنات الحية القيام به كما تفعل بحيرة الساوة ومن هنا تجيء قناعة من يطالب باضافتها كاعبوبة ثامنة تضاف الى اعجيب العالم السبع والعجيب في الامر ان العلماء كلما تعمقوا في بحثهم كلما ظهر امامهم مزيد من الاكتشفات في البحيرة تؤكد لهم ان بحيرة ساوة ظاهرة ديولوجية فريدة حين فحص العلماء ماء بحيرة ساوة مختبريا ووجدوا شبها كبيرا بينه وبين مياه بحر قزوين والذي يبعد عنها الاف الكيلومترات فما الذي شابه مياه البحيرة بمياه بحر قزوين هذا السؤال هو الذي دفع بعثة علمية من الاتحاد السوفيتي على محاولة اكتشاف المشتركات في منتصف سبعينيات القرن الماضي غير ان ارتفاع البحيرة عن سطح الارض وارتفاعها عن سطح بحر قزوين نفسه الغى فكرة التشارك بين مياه البحيرة وبحر قزوين واخذت عينات من ماء بحيرة ساوة واخضعت مختبريا لتضاف دهشة جديدة لدهشة العلماء السابقة فقد اكتشفوا ان كثافة الماء تفوق كثافة مياه الخليج العربي بل وكثافة البحار عموما اما نسبة الملوحة فقد بلغت حوالي الف وستمائة جزء بالمليون وهو رقم غير معقول بالنسبة لمياه البحيرة ولم يجدوا لهذا تفسيرا منطقيا لا تشبه مياه البحيرة مياه البحيرات المالحة ولا المياه العذبة ومنذ ازمان عرف انها تداوي الامراض الجلدية لوجود تركيبة كيميائية يكثر الكبريت فيها كذلك يروي الاهلية عنها شائعات كتلك التي نقرأها في قصص الخيال العلمي او نشاهدها في افلام الرعب تفيد بوجود الجن والارواح في مناطقها وحولها ولذلك ينصحون بتجنب زيارتها ليلا وفي البحيرة ما لا يقل غرابة ففي كل مياه العالم باستثناء البحر الميت طبعا توجد اسماك صالحة للصيد والاكل الا في بحيرة ساوة فاسماكها المكتشفة وجدت عمية ويمكنك ان تر هيكلها العظمية من خلال جلدها الشفاف جدا وفور خروبها من الماء تذوب في الكف مباشرة مثل قطعة سمن نباتي على جوانب البحيرة العديد من الكهوف التي لم تكشف خفاياها وفي فترة من الفترات اقامت دوائر السياحة في العراق منشآت وبيوتا وكازينوهات لهواة المناطق الطبيعية البعيدة عن تدخل التكنولوجيا او يد الانسان للتمتع بسحرها الفطري لكن الحصار وغياب حركة السياحة والاهمال دمرها تماما وان بقيت شهرتها كما هي ولكن بعد الاحتلال الامريكي عام الفين وثلاث اتخذ اليابانيين من محافظة السماوة قاعدة لهم وبشكل غريب ومدهش تناوب مع الامريكان على التواجد في منطقة البحيرة ومن هنا كان اهتمام الامريكيين واليابانيين بها والذين تناوبوا على اتخاذ البحيرة مقرات لهم ولم يعرف احد ما وصلوا اليه من معايشتهم لها طوال سنوات ما قبل الانسحاب من العراق ونعرف بالطبع جميعنا اين ذهبت الاسرار التي اكتشفوها في البحيرة ولا احد يعرف ماذا اكتشفوا فيها وماذا اخذوا اسرارا منها فبحيرة ساوة هي المعجزة الكونية التي حيرت العلماء حول العالم بحيرة ساوة نذير شؤم للبعض وفأل خير للبعض وقد اعتبرها البعض نوع من انواع السحر والطلاسم الغريبة فما هي الاسرار التي تدور حول هذه البحيرة وما هي الاسباب التي جعلتها مليئة بالغموض بحيرة ساوة تتصف بالملوحة الشديدة ولانها تتوسط الصحراء فلابد ان تتبخر حسب المناخ والمكان ورغم ذلك والعجيب انها لم تتبخر منذ عشرات الاف السنين لا يمكن قياس عمقها فشلت الكثير من المحاولات في قياس عمقها حتى في اواخر الثمانينات حسب اقوال سكان المنطقة جاء اثنين من العلماء الروس وقرروا الغوص لقياس عمقها لكنهم لم يعودوا منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم لم يعرف احد عنهم شيء وليس لهم اي اثر لنتعد قليلا عن وصف هذا اللغز العجيب ونسلم بان في هذا الكون الكثير من الخفايا لا نعلم ما وراءها لذلك دعونا نغوص في تاريخ بحيرة ساوى وكيف قال عنها البشر الاوائل انها بحيرة الالهة والغريب في الامر وكما سنذكر بعض قليل ان الكثير من الاثار القديمة المكتشفة عن الحضارات القديمة سواء كانت حضارة البابليين او الحضارة الاشورية وحتى الحضارة الفرعونية تحدثت بشكل مباشر عن هذه البحيرة بالذات دون غيرها فقد ذكروها جميعا بالاسم وحتى بالاوصاف التي نجد عليها البحيرة هذه الايام نجدها ايضا مذكورة بنفس التفاصيل الدقيقة في الالواح القديمة مثل الواح جل جامش والالواح الاشورية وغيرهم الكثير وقد اكدوا جميعا بان بحيرة ساوة ليست بحيرة عادية فلها علاقة قوية بالسماء وهي مرآة للاحداث العظيمة التي تحدث على الارض منذ قديم الزمان وحتى علامات يوم القيامة وهو ما تخبرنا به هذه البحيرة هذه الايام وهو موضوع حلقتنا اليوم تقول للروايات القديمة ان الملكة التاريخية السومريا جل جامش ارتقى الى الفضاء وسافر بين المدرات والكواكب والنجوم من بحيرة ساوة ونفس الكلام قيل عن ذو القرنين بانه سافر بين الكواكب من بحيرة ساوة والبعض يقول ان الاصل من تسمية مدينة السماوة انها تعتبر بوابة من بوابات النجوم بحيرة ساوة العراقية ذكرت في العديد من الالواح القديمة تشير هذه الالواح الى ان البحيرة كانت ذات اهمية كبيرة في حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة حيث كانت مصدرا للمياه والغذاء والثروة في الالواح السومرية تعرف البحيرة باسم اريدو وهي موطن الاله ايا الها المياه والخصوبة تروي هذه الالواح اسطورة الطفان حيث بنائية سفينة لانقاذ نفسه وعائلته من الطفان في الالواح البابلية تعرف البحيرة باسم بحيرة مردوخ وهي موطن الاله مردوخ الها الحكمة والحرب تروي هذه الالواح اسطورة خلق العالم حيث خلق مردوخ العالم من جسم الهة البحر تامات في الالواح الاشورية تعرف البحيرة باسم بحيرة نينوة وهي موطن الالهة عشتار الهة الحب والجمال تروي هذه الالواح اسطورة الهة السماء نانا التي نزلت الى العالم السفلي وعادت الى العالم العلوي بالاضافة الى هذه الالواح تم العثور على العديد من القطع الاثرية الاخرى التي تشير الى اهمية بحيرة ساوة في حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة على سبيل المثال تم العثور على تماثيل وادوات حجرية وفخارية في المنطقة المحيطة بالبحيرة كما ذكرت بحيرة ساوة في التاريخ الفرعوني ففي النصوص المصرية القديمة تعرف بحيرة ساوة باسم بحيرة سين وهي موطن الاله سين اله القمر تروي هذه النصوص قصة الالهة المصرية التي سافرت الى بحيرة سين للقاء الاله سين في لوح مصري يعود تاريخه الى حوالي الف وخمسمائة قبل الميلاد يذكر ان الالهة المصرية سافرت الى بحيرة سين للقاء الاله سين في لوح مصري يعود تاريخه الى حوالي الف وثلاثمائة قبل الميلاد يذكر ان الاله سين عاش في بحيرة سين في لوح مصري يعود تاريخه الى حوالي الف ومائتان قبل الميلاد يذكر ان بحيرة سين كانت مكانا مقدسا للالهة المصرية في كتاب الاسطير المصرية يذكر ان الاله رع خلق العالم من جسم الهة الماء نون الذي كان موجودا في بحيرة ساوى الاهم من كل ذلك هو ما ذكره الرواة والمؤرخون من ان بحيرة ساوى هي نفس البحيرة التي فاض منها الماء في زمن طفان النبي نوحي عليه السلام حيث اكتشف العلماء ان موقع البحيرة في سهل شربات وهو الموقع الذي يعتقد للعلماء انه كان موقع مدينة اريدو التي بنى فيها نوح السفينة حجم البحيرة الذي كان كبيرا بما يكفي ليتسبب في فيضان كبير عمق البحيرة الذي كان كبيرا بما يكفي لاحتواء سفينة نوح نعم اعزائي المتابعين الكرام هذه البحيرة كانت البداية في هلاك البشرية الاولى في فيضان نوح العظيم ليس هذا فقط بل كانت بحيرة ساوى تنذير شؤم للامبراطورية الفارسية حيث انهم يربطون بين فيضانها يوم ميلاد الرسول محمد واهتزاز القاع وتصد عرش كسرى نعم كان فيضان بحيرة ساوى يوم ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نذير شؤم للامبراطورية الفارسية يعتقد دولفرس ان البحيرة كانت مقدسة وان فيضانها كان علامة على غضب الالهة حيث كان الفرس يعتقدون انها كانت موطنا للاله مردوخ اله الحكمة والحرب لذلك عندما فاضت البحيرة يوم ميلاد الرسول محمد فسروها على انها نذير شؤم على الامبراطورية الفارسية يعتقد دولفرس ان فيضان البحيرة كان علامة على ان الاله مردوخ كان غاضبا من الامبراطورية الفارسية كما يعتقدون ان اهتزاز عرش كسرى كان علامة على ان الامبراطورية كانت على وشكة السقوط وفقا للروايات التاريخية فيضان بحيرة ساوى كان مفاجئا وغير متوقع فقد ارتفع منسوب المياه بشكل كبير وغطى العديد من المناطق المحيطة بالبحيرة كما تسبب الفيضان في تصد عرش كسرى الثاني وهو حاكم الامبراطورية الفارسية في ذلك الوقت اعتبر الفرس هذه الاحداث علامات على نهاية حكمهم فقد رأوا فيضان البحيرة علامة على غضب الالهة وتصدع عرش كسرى علامة على ضعفه في الواقع لم تدم الامبراطورية الفارسية طويلا بعد فيضان بحيرة ساوى فقد غزى المسلمون الامبراطورية في عام ستمائة وسبعة وثلاثون بعد الميلاد ووضعوا حدا لحكم الفرس في المنطقة قال العلماء ان الفرس ربطوا بين الفيضان والرسول محمد لانهم رأوا فيه علامة على ظهور دين جديد يهدد سيطرتهم على المنطقة يعتقد علماء اخرون ان الفرس ربطوا بين الفيضان والرسول محمد لانهم رأوا فيه علامة على نهاية حكمهم لذلك كانت نذير شؤم بهدم الامبراطورية الفارسية وفأل خير على البشرية كلها فهل تأكدت الان انها بحيرة غير عادية انها علامة وضعها له سبحانه وتعالى للبشر على الارض على مر التاريخ ومنذ نشأة البحيرة الاولى حيث كانت نشأة البحيرة لاول مرة علامة لغضب الله على البشرية استمرت البحيرة تلعب هذا الدور على مدار التاريخ حيث تخبر هذه البحيرة باستمرار البشرية بعلامات غضب او رضا له على اهل الارض ولكن هل تعلمون ما هي اخر علامات هذه البحيرة هو جفافها نعم كما سمعتم فعلى مدار الاف السنين هو عمر تلك البحيرة ورغم وجود تلك البحيرة في اكثر مكان على الارض حرارة وجفافا الا انها كانت دائما وعلى عكس المتوقع كانت تفيض بالماء الا مرتين فقط عبر التاريخ جفت فيهم البحيرة تماما الاولى كانت في زمن النمرود حيث حدث لتلك البحيرة شيء عجيب حير علماء التاريخ والجيويوجيا حدث ليس له مثيل ومخالف لكل قوانين الطبيعة حيث فوجأ سكان تلك المنطقة وبعد اعلان النمرود الوهيته وتحديه لرب العزة واتباع اغلب اهل العراقلة بجفاف البحيرة فجأة وبعد فترة صغيرة وجدوها تفيض بالماء مرة اخرى ولكنها هذه المرة لم تفيد كما تعود بالماء العذب ولكنها فاضت بماء مالح اجاب اهلك الزرع والحياة في المنطقة المحيطة بالبحيرة كلها فبعد ان كانت بحيرة ساوة منبع النماء والخصوبة في تلك المنطقة لالاف السنين تحولت للعنة قتلت كل الحياة من حولها وكأنها تغضب لغضب الرحمان والجفاف الثاني يحدث الان كما تشاهدون امامكم على الشاشة البحيرة بدأت تجف تماما وهي العلامة الاخيرة لتلك البحيرة الاسطورية وهذه المرة ستذهب بلا عودة وجميع حكام العالم يعرفون هذا السر الخطير ولا يعلنون عنه فجفاف هذه البحيرة هو بداية علامات الساعة الكبرى حيث يعتقد بعض العلماء ان جفاف بحيرة ساوة سيكون نتيجة لتغير المناخ والذي سيؤدي الى كوارث طبيعية واضطرابات سياسية هذه التغيرات الكبيرة في العالم ستكون بيئة مواتية لظهور المسيح الدجال وان جفاف بحيرة ساوة سيكون علامة على ان العالم قد اقترب من النهاية يعتقد بعض العلماء ان جفاف بحيرة ساوة سيكون علامة على ان الساعة قد اقتربت عندما تقترب الساعة سيظهر المسيح الدجال ليفتن الناس قبل يوم القيامة اذا فجفاف البحيرة هو علامة بداية النهاية وهو ما يحدث الان ويخفونه عنكم بعيدا عن التاريخ وعن الاديان تكسر هذه البحيرة كل قوانين الطبيعة والتفسيرات الفيزيائية عندما تذهب الى هناك وتنظر اليها من بعيد تراها دائما اعلى من مستوى الارض وترى ان البحيرة في طريقها للجفاف التم ومهملة ومحاطة بسياج كلسي متكون من ملوحة المياه كلما تم هدم جزء منه عاد وتكون باشكال فنية غريبة وجميلة جدا وجزء من غرابتها وكما ذكرنا سابقا ان مياهها اذا سحبت خارج بحيرة تتحول الى احجار كلسية وكأنها ترفض مغادرة رحم البحيرة الام وبسبب ملوحتها من الصعب ايجاد حياة حيوانية او نباتية بداخلها لكن من غرابتها تم ايجاد سمك اعمى شفاف بمجرد لمسه يذوب وعلميا عندما يكون السمك شفاف لدرجة ان يرى هيكله العظمي فهذه الشفافية تجعله ينتص اي ضوء يتعرض له ويطلق على هذه الاسماك مخلوقات اعماق البحر بسبب ما تتصف به وهذا دليل على ان المكان الموجود فيه سواء بحر او محيط يكون شديد العم على جوانب بحيرة ساوة مغارات وكهوف اكثر عجبا وغرابة منها معجزة الهية عجز العلم عن تفسير سرها المحير اسماكها بلا عيون وصخورها مثل زهر القرنابي هذه البحيرة التي تسكنها الاشباح اليوم كما يقال ضع العلماء في تفسير تكوينها ومصادر المياه التي تغذيها فاحتار الخبراء في سرها ولم يعثر على حل لغموضها فهي لا مجر ماء لها وذلك اول غرائبها فلا عيون ماء تغذيها ولا مجر سطحي يزودها بالماء اعتقد بعض العلماء ان هناك ينابيع مجهولة تغذيها ولكن تكوين قاعها من الصخور الصلدة اضافة الى كون مستوى المياه فيها ثابت رغم مرور الزمن فاندى هذه النظرية فكيف تتناسب ما تضخه هذه الينابيع المجهولة مع نسبة التبخر طيلة هذه القرون فتن كما ان هذه الينابيع ان وجدت لا تجد تفسيرا لها والاستمراريتها المنتظمة وسر وجودها في هذه الصحاء القاحلة المطرامية الاطراف ولكي لا تتسرب هذه المياه وتذوب في رمال الصحاء كونت لنفسها تلقائيا حواجز كرسية لا يعرف من اين اتت بها فهي عبارة عن سياج يحيط بها لا يعرف كيف نشأ او كيف تكون او كيف اوجد نفسه وما يميز هذا السياج الكلسي هو احتواءه على ظاهرة الكهوف التي تنتشر على طول كتفها وتبلغ مساحة هذه الكهوف ما بين المترين الى الثلاثة امتار الى جانب انها تحوي صخورا ملحية تشبه زهرة القرنابيب توجد داخل البحيرة وعلى مقربة من الكتف الكلسي ولا احد يعرف كيف حافظت على شكلها كل هذه القرون وهذه الكهوف الصغيرة والاشكال الكلسية غير المنتظمة تبعث الجمال مع زرقة المياه ونقاء الطبيعة اما ابرز غرائبها فهو احتوائها على ظاهرة الاخلاف التي تتميز بها بعض المخلوقات الحيوانية فقد عرف عنها انها تقوم بلحم الاجزاء المتهدمة من سياجها وتعويضها بدون تدخل الانسان لهذا شبهها البعض بانها كائن حيواني وليست جمال يعيش فيها نوع واحد من الاسماك وتكون عمياء بلا عيون وشفافة جدا حتى انك ترى هيكلها العظمية من وراء الجلد وطول هذه الاسماك لا يتجاوز العشرة سنتمترات وهي شحمية سرعان ما تذوب في اليد حين تعرضها الى اشعة الشمس والمثير للاستغراب مصدر الغذاء التي تعيش عليه هذه الاسماك فالبحيرة لا توجد فيها حياة بحرية فكيف لاسماكها ان تعيش فيها وهي لا تجد ما تأكله او تتغذى عليه ظلت تصارع الصحراء وتقاوم الحرارة يبلغ عمق بعض من اجزائها اكثر من مائة متر حتى ان البعض من العلماء اكتشف ان عمقها يصل الى مائتين وخمسين مترا في بعض الاماكن وذلك غريب جدا فالخليب العربي لا يتجاوز عمقه المائة متر لقد تم مسح البحيرة في مواقع مختلفة وتم جمع عينات من الماء لتحليل كيميائيتها وفيزيائيته الى جانب اخذ عينات من قاع البحيرة لمعرفة تركيبة القاع وخصائصه البيولوجية والكيميائية فتم لاول مرة مسح مقاطع من البحيرة لرسم شكل القاع الموجود بواسطة اجهزة متطورة دون ان يتمكن الفريق من التوصل لنتائج تضع النقاط على الحروف بل ان ذلك زادها تعقيدا اكثر واكثر فكل ما توصلت اليه الفرق البحثية هو ان هذه البحيرة فريدة في تكوينها المائي والقاعي في العالم وانها لا تشبه البحيرات من حيث التركيبة الكيميائية حيث ان مياهها تمتلك مواصفات خاصة في تركيز العناصر والايونات كما انها لا تشبه مياه البحر من حيث نسبة الملوخة كما انها لا تشبه المياه العذبة ساوى تلك البحيرة اللغز والتي تكونت عبر عصور غابرة واقترن بريقها بخضرة مدهشة زادتها تألقا وجمالا وتنعكس فوقها اشعة الشمس عمودية لتضيء ما في جوفها من اسرار لمن يريد ان يعرف متى سيخرج المسيح الدجال بالتحديد فاليك هذا الحديث الشريف لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلأته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل انسان مصلى ثم قال اتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اني والله ما جمعتكم لرغبة وللرهبة ولكن جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافقا الذي كنت احدثكم عن المسيح الدجال حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفأوا اي اتجأوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب على الشمس فجلسوا في اقرب على السفينة وهي مركب صغيرة تكون مع السفينة الكبيرة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دبة اهلب اي غليظ الشعر كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ماذا تكونين فقالت انا الجساسة قيل سميت بذلك لانها تتجسس الاخبار للدجال قالوا وما الجساسة قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فخفنا منها ان تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ماذا تكوا قال قد قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم ايهاد فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفقنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دبة اهلب كثير الشعر لا يدرم قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ماذا تكونين فقالت انا الجساسة قلنا وما الجساسة قال اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن ان تكون شيطانة فقال اخبروني عن نخل بيسان قلنا عن اي شأنها تستخبر قال اسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال اما انه يوشك ان لا تثمر قال اخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن اي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب قال اخبروني عن عين زغر وهي بلدة تقع في الجانب القبلي من الشام؟ قالوا عن اي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع اهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء واهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن نبي الاميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال اقاتله العرب؟ قلنا نعم قال كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطعوه؟ قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح اني اشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قرية الا وهبطها في اربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة واومأ بيده الى المشرب اذا العلامات التي ذكرها الدجال بنفسه هم توقف نخل بيسا عن الاثمار وقد بدأ ذلك في الحدوث بالفعل منذ عام الفين وثمانية عشر وانخفاض الماء في عين ذغر بمقدار خمسمائة متر وانخفاض شديد في مياه بحيرة طبرية حتى كادت توشك على الجثاف والغريب هو بداية جثاف تلك العلامات الثلاثة والتي ذكرهم الدجال بنفسه بدأ مع جثاف بحيرة ساوى لذلك من اراد ان يعرف موعد خروج الدجال فعليه بمتابعة جثاف بحيرة ساوى الاسطورية والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة